الرديو تسعين تسعين هواها مصر حكايات غادة وحمادة حكايات غادة وحمادة مع إيمان السيد ومحمد نشأت على الرديو تسعين تسعين حكايات الحجة غادة وقوزها الحجة حمادة هنسمع كل يوم حكايات كده فوق العادة يا حجة حمادة قاعد في البلكونة بتنفخ ليها انت بتكلم من في التليفون يا حج أشتغفر الله العجيم يا رب بقى لي ساعة عشان نوصل لمواطب خدمة العمل في شركة الإنترنت بتاعت الراوتر اللي عندنا ده بو ما حدش بيرد علي خاطر ليه يا أخو يا مجل الراوتر كفال الشارع ما تصبر يا حجة هو أنا حلاقيها ملك ولا بالخدمة العبلا بس ما تقنقيناش بقى يا حجة خلينا نشبه التليفون ده ما تصبر لما يردوا علي بويتها حتفهمي طب يا أخو يا شغل اللي سبيتر خليني أسمع كده وافقا صباح الخير يا فاندم إسراء من خدمة عملاء الشركة تحت أمرك في خدمة أقدر أقدمها لحضرتك طبعا في يا حبيب تمال أنا باتصل بك يعني عشان نسأل على صحتك الراوتر الدفت بتاعك وده بقى لي خمستاشر يوم دفع الفاتورة وإني أنت مش عايز يرجع فيه إيه المسكيلة مش فاهبة عنه؟ معقول خمستاشر يوم مش عايز يرجع طب ما تعرفش إيه السبب يا فاندم؟ لا والله الراوتر ما قال ليش هو لم يهدمه ومشي ما جعلني ناش بقى يا شبت إسراء انت هو مين اللي حيقولي التاني على كابب؟ ابقى أدى ولا أنت؟ يا فاندم أنا تحت أمرك ممكن حضرتك تتأكد ان وصرت التليفون في مكانها ولا لأ؟ أيго يا سلت الواصلة في مكانها طيب اتأكد ان الواصلة في مكانها يا فاندم عليا طلق إلى واصلة في مكانها يا إسراء طيب النور بتاع الراوتر منور يا فاندم؟ اتنين بس اللي منورين اتنين بس؟ متأكد حضرتك؟ لا مش متأكد اللومت كلها بنوّرة وأنا بضحك عليك يا ستة ما تحقيقي ناش في عاجتنا بقى ممكن حضرتك يا فندم تفصل الروتر وتقيده تاني؟ أأجده، أأجده في 2018 يعني ولا عمي ليه؟ أديني يا ستة تبفلت الروتر وقته اللومت كلها اشتغلت يا فندم؟ لا يا ستة إسراء هم اللومتان اللي بنوّرين برضو تايمة هم طيب ممكن حضرتك تهز الروتر أو تخبطه على ظهره يمكن اللومت تقيد؟ أخبطه على ظهره؟ هو إيه؟ هو سرقان و هو بيشرب مية ولا إيه؟ تبرني يا رب، أديني يا ستة إسراء هديت الروتر وخبطه تحدي بدلت له ظهره؟ برضك الروتر ما قادش يا فندم؟ برضك؟ يا نهر أسمر يا ناس لا برضك ما قادش يا إسراء، برضك ما تنيّلت يا إسراء عموماً يا فندم أنا هبلغ إدعمل فني وخلال 15 يوم شهر بالكثير هيجي لحضرتك منذوب الشركة عشان يصلح الروتر أيستفتار تاني يا فندم، شكراً لاتصال حضرتك إسراء خدمة عملاء الشركة تحت أمرك، مع السلامة لو المصحف، تصدق أنا كده استفدت منك؟ ما أنا عارف إن فيه جابت للمشكلة، أنا عايز حل المشكلة يا إسراء هيه هه 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 جابلت في وشك يا حاج طب والمصحف ما لقاعد معك في الملاكول يا حاجة، بعيشها بقي تقارف والمصحف نربي الروتر ده في خلإترك، بقى دي خدمة عبلة دي دخلقة عبلة وبقوريني بقى حدخولي على الفيس بوك إزاي حاجة وبقيت ساخد انتبنية تعسنيني واده كوبايت الشاي بتاعتك مش ريبها او امسي بيوه الشاي يا ناريخ ويس انا مقدرش يعيش من غير كاشف كلانس يا حاج لا اعقل كده انت هتطلع قرف خدمة العمل فيا ولا ايه حاجة حمادة يميدو حاجة الحاجة غادة وقزها الحاجة حمادة هنسمع كل يوم حكايات كده فوق العادة